بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ابو جث الرحمة العالمين أنا كنت قلت لحضراتكم قبل ذلك أن الحديث الضعيف يعمل به في فضاء الأعمال وأيضا في كثير جدا من الأحكام الفقهية مبنية على حديث ضعيف ما يقرب من 40% أو 50% من الأحكام الفقهية وهذا لا أعرفه إلا المتخصصون القارئون الذين يقرؤون كتب الفقه المطولة هتجد أن كثير جدا من الأحديث أو كثير جدا من الأحكام الفقهية مبنية على حديث ضعيف الحلال والحرام ما بقى لكم بقى بفضاء الأعمال سأتكلم اليوم عن حديث ضعيف لكن فيه فضيلة عظيمة للبر الوالدين عايز تقوله إن صح الخبر ناخد الصواب العظيم لبر الوالدين وفيه صواب عظيم ليك أنت كمان قوله إذا كنت مش عايز أنت حر أنا لا أكبر أحدا أنا كداعية بقول ولا أكبر أحدا اللي بيقتنع بكلامه هو اللي مش مقتنع ما يقولش عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بعد أن يقضي الجمعة من قال بعد أن يقضي الجمعة بعد أن يقضي الجمعة سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة غفر الله له مئة ذنب وغفر لوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب غفر الله له ألف ذنب من قال بعد ما يقضي الجمعة سبحانه سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة غفر الله له ألف ذنب ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب طب بالله عليكم عذكر عذكر زي ده نسيبه مش كلنا نتمنى يعني الإحسان للوالدين طب لو صح الحديث ده ونرجع أن يكون صحيحا ورب رسول الله تعالى يخفي لوالديك أربعة وعشرين ألف ذنب بسببك سوابك سوابك أنت يبقى إيه في البر في البر الوالدين هما نفسهم يعني هما نفسهم يوم الإيامة هشكروك إزاي كل جمعة كل جمعة يعني طب ليه أولا أن الرسول صعراسام قال أفضل الذكر سبحان الله وبحمده وسبحان الله وبحمده الواحدة منها بتساوي جبل ذهب صدقة يعني لو أنت تصدقت جبل ذهب يمكن ما توفيش السواب بتاعك سبحان الله وبحمده واحدة بس وعلكم دليل من السنة من هاله الليل أن يكابده وباخل بالمال أن ينفقه وجابنا عن العدوي أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده فهي أحب عند الله من إنفق الورق والذهب وأحب عند الله من إنفق جبل ذهب في سبيل الله كلمة أحب إلى الله معنها أفضل ثوابا خلي بالكم عشان كده رسول الله عمرنا أن نقول سبحان الله وبحمده مئة مرة الصبح ومئة مرة بالليل مع عسكر الصباح ومساء ولو أنت بتقولهم مئة مرة الصبح ومئة مرة مع عسكر الصباح ومساء تغفر ظنوبك لو كانت مزز لابد البحر كما جاء في الحديث الصحيح كما جاء في الحديث الصحيح يبقى بصلاح الابن ربنا بيبارك للأب والأم بيغفر لهم ذنوبهم لعشان جابوا ابن صالح ربنا عارف أن الصلاح الابن اللي عمال يقول سبحان الله وبحمده كل جمعة لولا أن أبوه أمه ربوه كويس مكانش قال يوم ربنا سبحانه وتعالى بباركة بباركة العمل الصالح للأبن يخفر للأب والأم يبقى نقوله ولا ما نقوله الله إيه صح الخبر وصح الحديث أخذنا السواب طب لو الحديث كان غلط ما أنت حسرتش ورده هتكسب مكسب عظيم أولا أنت بتقول الزكر ده بنية الإحسان للوالدين والأعمال بالنيات والكل هم رئيما نوى فبإخلاص نيتك بإخلاص نيتك لله سبحانه وتعالى يصل هذا السواب إلى الوالدين هذه حاجة الحاجة الثانية سبحان الله وبحمده الواحدة منها زي ما قلناها بتسوي جبل زهب في سبيل الله وفيها مغفرة عظيمة للزنوب لما أنت حيتغفر لك زنوبك وحصلت الصواب عظيم في الميزان وحديث ذكر الحاكم رحمه الله في مستجزرك وصححه أن النسوع حسام يقول في حديث من قالها سبحان الله وبحمده كتب الله له مئة ألف حسنة واربعا وعشرين ألف حسنة أريد أن يكون هناك شبهة تسريح لحديث لأن مئة ألف واربعة وعشرين ألف وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح الخبر بيقول ويقول ربنا يخفر للوالدين أربعة وعشرين ألف زمن كلمة أربعة وعشرين ألف هنا وأربعة وعشرين ألف هنا فالصحاب يتعجب قال له يا صلى الله كيف نهلك إذن يعني إزاي الواحد منه يخش النار إذا كان لو قلتك سبحان الله وبحمده ربنا سيكتب لي مئة أربعة وعشرين ألف حسنة ده غير إنها أفضل من جبل ده بسبيل الله فقال له إيه شوف الرسول حسام قال له إيه قال له إن الرجل ليأتي يوم القيامة أمثل الجبال من الحسنات ثم تقوم النعمة الواحدة توشكوا أن تأخذ كل هذا إلا أن يتلمته الله برحمته طب إلا يعني الواحدة يبقى معها جبال وجبال من الحسنات وطيق حسنة واحدة طبعا ما معوكش بقى اللي ما بيقولش النعمة الواحدة بس تكل حسنات وممكن تكل حسنات وقال لها إلا ربنا دحر عامو يدخلوا الجمهة طبعا ما معوكش حسنات بقى أصلا وجاء فقيف الحسنات هيبقى الوضع عشان تتخيلوا فالبرو للوالدين كلنا مقصرون في حق الوالدين فدي فرصة عظيمة ما تقول سبحان الله العظيم وبحمده من قال بعد أن يقضي الجمعة سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة غفر الله له ألف ذنب ولوالديه 24 ألف ذنب يبقى نقول ولا ما نقولش الصحابة راحة رسول الله قال له رسول الله مات أبواي فهل من بر أبرهما بيهما بعد موتهما قال له نعم الدعاء لهما والصلاة عليهما هذا عمله الدعاء لهما والصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وقضاء دينهما وتنفيذ وإنفاذ وصياتهما وسيلة الراحم التي لا تصلوا إلا بهما لكن أول حاجة الدعاء لهما والصلاة عليهما فالذكر ده عبارة عن صلاة عليهم عبارة عن ذكر سواب أنت بتدهولهم فما نسيبش بقى العمل ده يكفي إخلاص نيتك إن أنت بتقوله عشان يوصل لهم حتى لو الحديث غلط حتى لو الحديث حتى لو عسوسها مقالش الكلام ده الصحب إن شاء الله يوصل بصدق النية للوالدين لأن أنت بتقوله والأعمال بالنيات ولكل مريئة ما نوى لكن إن كان صحيح تصور بقى كل أسبوع كل أسبوع ربنا يخفي للوالدين 24 ألف زنب فواحد يقول لي يفرض للوالدين ما عندهمش زنوب ما فيش حادة ما عندهش زنوب ولو فرضنا جاء المستحيل وقالنا أنهما كنوا ما عندهمش زنوب هيبقى في ميزان حسناته يعني بدل ما حيتغفر لهم 24 ألف زنب 24 ألف زنب شوف ما أنت بقى دي تساوي دي في الحسنات ربنا أعوضهم بحسنات فأنا أكتب لكم الحديث في الوصف بتاع الفيديو انساقوا هذا الكلام وانشوروه ونشر هذا العلم في ثوام عظيم العلم علما إنه هو أجر من عام بيام القيامة إنه هو كذلك مهم شانتوش تفعيل الجرس وإشراك في قناة ليصلكم كل جديد وتساعدونا عشر السنوب أقولوا قول هذا استخفى الله لي ولكم